بعدها قالت لي أستاذ بصراحة بصراحة أشعر بالقرف من أوحى لك ذلك؟ من وسوس لك ذلك؟ السلام عليكم بدأت القصة منذ بدأته في التدريس لكن بدأت تفكير فيها بشكل شديد وكثير منذ حوالي أسبوع عندما دخلت إلى أحد الصفوف في الثانوية وكانت أول مرة أدخل إلى هذا الصف قالت لي إحدى الطالبات بعد مناقشات مع الطالبات على أهمية الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وأهمية المادة بالشكل العام مادة قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية تحدثنا مطولا عن المادة بعدها قالت لي أستاذ بصراحة أنت قلت لنا أن نتكلم بصراحة أنا أدرس علمي يعني مادة الفلسفة ليست عندي مادة أساسية في الشهادة الثانوية وأختي تدرس أذبة فبالتالي عندها مادة أساسية هي مادة الفلسفة والعلوم الإنسانية أنا عندما أشاهد أختي تدرس هذه المادة بصراحة أشعر بالقرف بصراحة منذ ذلك الحين بدأ التفكير يشتد ويشتد أنا قلت أنه بدأت معي القصة منذ بداية مرحلة تعليم أو بداية دخولي في مجال التعليم لكن منذ ذلك الحين منذ حوالي أسبوع إلى الآن وأنا أفكر بشكل جدي بالموضوع لأني أعاني من كثير من الشقاق من أعرف كيف تسمونها الدونية العنصرية العلمية ما أعرف ما هي التسميات التي يمكن أن أسميها يجب التنويه في البداية إلى أن الكلام الذي أتكلم عنه أنا ليس موجه لكافة المدرسين ولكافة الإداريين ولكافة الطلاب هناك قسم كبير من المدرسين والإداريين والطلاب يحترمون هذه المادة يحترمون الفلسفة والعلوم الإنسانية بشكل عام علم الاجتماع وعلم النفس والعلوم الإنسانية الأخرى يحترمونها يعني بشكل كبير لكن أنا أتكلم عن الجزء الذي لا يحترم هذه المادة بما تفضل هذه المادة أو بما تكون دونية هذه المادة المواد الأخرى يعني لماذا مادة الفلسفة والعلوم الإنسانية هي مادة دونية عن المواد الأخرى لماذا مدرس اللغة العربية يدخل إلى المدرسة وهو مرفوع الرأس شامخ يعلم أن مجاله مفتوح يعلم أن يدرس مادة علمية عريقة كذلك مدرس الرياضيات كذلك مدرس اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية وكذلك مدرسين في باقي التخصصات ولماذا مدرس المادة العلوم الإنسانية والفلسفة أو الفلسفة والعلوم الإنسانية يدخل لا أقول متقطع الرأس ولكن ما يلقاه هو متقطع للرأس يعني استقبال إداريين له أنا أعيد بالتنويه ليس كل الإداريين على نفس الناحية بالعكس أنا رأيت إداريين على مستوى عالي من التفهم ويرحبون بك ترحيب هائل لكن هناك بعض الإداريين يتفيهون من هذه المادة بصراحة يتفيهون من هذه المادة يعني يقولون مادة فلسفة خصوصا في المجال العلمي لن تكون معك مع الطلاب في الشهادة الثانوية يعني مادة ليس لها معنى مثل مادة الموسيقى التي ليس لها امتحان أو مادة الرياضة التي ليس لها امتحان بصفوف الثاني وهكذا أيضا المدرسين عندما تجلس مع المدرسين في غرفة المدرسين تجد بعض العيون بصريح العبارة تستحقرك بصريح العبارة أنا أقول بعض أعيد وأونوه بعض يعني مثلا تجلس بين المدرسين أستاذ أنت أي مادة تدرس أنا أدرس مادة الفلسفة ينظر إليك نظرة كأن يعني ماذا تفعل ماذا تفعل هنا قد تكون المدرسة كلها علمي يعني مادة الفلسفة هي مادة لن تكون بالشهادة الثانوية ماذا تفعل أصلا أنت هنا يعني بين مدرسين الرياضيات والفيزياء والكيمياء ومدرسين اللغة ومدرسين العربي وباقي المواد يعني ماذا تفعل أنت هنا أصلا مدرس علمي الأحياء يعني أنت تشعر بهذه النظرة الدنيا بصراحة لم يوجه لي أحد بشكل صريح وواقعي ومحدد هذا النقد لكن يعني أحسست به من خلال بعض الكلمات أو بعض الإشارات وتكرار كلمة مادة ثانوية مادة ثانوية مادة ثانوية يعني أحسست بهذا الشيء أيضا تجد بعض الطلاب تدخل إليهم في العاشر والحادي عشر الأول والثاني الثانوي تجد يعني لا يحبون هذه الفلسفة أو هذه المادة أبدا 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 مع أنهم لم يأخذوها أبدا قط لكن المعلومات التي أتت إليهم من خلال أساديثتهم بالشكل الأول وثانيا أهاليهم وهذه يعني نادرة أهاليهم لكن بشكل حصري هن هم الناس الذين يكونون داخل المدرسة من مدرسين ومن إداريين يعيدون أن هذه المادة لن تكون معك في الشهادة الثانوية وبذلك لن تفيدك كثيرا زيادة علاوة على ذلك على أنها مجموعة تلاصم مركبة مع بعضها البعض يصعب فهمها بالتالي يصعب حفظها يصعب التأقلم مع هذه الكلمات يعني كل هذه الآراء وكل هذه الأفكار تنبعث من مدرسين يدخلون إلى الحصص الدرسية يقولون أن مادة فلسفة والعلم الإنسانية أنتم كقسم علمي فأكيد لن تكون معكم وأنها يعني ستمرر كيف ما درستموها درسوها وإذا لم تدرسوها لا تدرسوها عادي هذه مشكلة مشكلة كبيرة يعني أنت كأستاذ في مادة ثانية سواء كنت لغة إنجليزية لغة عربية لغة فرنسية رياضيات علم أحياء فيزياء كيمياء من قال لك أن مادة العلوم الإنسانية والفلسفة هي مادة أدنى أو أقل من مادة الرياضيات أو باقي المواد الأخرى من أوحى لك ذلك؟ من وسوس لك ذلك؟ تجد احتقار لهذه المادة وبالتالي يورث هذا الاحتقار للطلاب من قال؟ كالذي قال لربه أنا خير منه خلقته من طين وخلقتني من نار نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء تماماً هذه معاناة يجب إصلاح المفهوم هي مادة تفيدك قد تكون الرياضيات التي هي نتحدث عن أضخم مادة قد تكون الرياضيات لا تفيدك بشكل مباشر في حياتك كلها لا تفيدك بشكل مباشر قد تفيد أكيد أنها تفيد في أشياء غير مباشرة في النظر إلى الأشياء أو المشاكل بطريقة مجرد هذه أنا لا أنكر ولا أتفه ولا أقلل من مادة الرياضيات لكن أقول أن قد لا تفيدك بشكل مباشر لكن مادة العلوم الإنسانية علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة تجعلك أن تفكر بطريقة علمية منظمة بعيداً عن الخرافة والأسطورة والعشوائية يعني تفيدك بشكل يومي في حياتك في مشاكل مشاكلك مع عائلتك مع أطفالك مع الناس مع مجتمعك كيف أتصرف أخذناه منذ زمن هذا فكر يسمى الفكر التركيبي والفكر التركيبي هو فكر لازم للتعامل مع الناس لا تستطيع إجماع في رأسك الفكر التركيبي لا تستطيع التعامل مع الناس إلا إذا جمعت في رأسك الفكر التركيبي وهو الفكر في العلوم الإنسانية يكون على الأغلب في النهاية أنا لا أعم أنا لا أعم هناك طلاب يحبون هذه المادة فعلا يحبونها فعلا وهناك أسادثة لا يحتقرون هذه المادة لديهم خامة علمية كبيرة ولا يجهلون أهمية هذه المادة وهناك أيضا إداريين أيضا يحبون هذه المادة ويجلون أسادثتها لذلك أعيد فأقول أنا لا أعمم أتمنى أن تكون رسالتي وصلت وصلت لأكبر عدد ممكن من الأسادثة من الطلاب من الإداريين نحن كمدرسين مادة فلسفة وعلوم إنسانية هي مادة مهمة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر